طيب احنا ما بنخسرش من بركينا فاسو احنا ولا مرة لعبناهم ولا مرة خسرنا منهم لا في ودي ولا في دولي ولا في تصفيات افريقيا لكن احنا اول مرة نلعبهم في تصفيات كاس العالم طبعا التاريخ بينصفنا على بركينا فاسو في المواجهات السابقة لكن خلانا نقول ان المواجهة دي مواجهة مختلفة لان انت بتواجه المنافس المباشر لك في تصفيات كاس العالم فريق بركينا فاسو اختلف تماما عن بركينا فاسو سابقا الكرة عامة في أفريقيا اختلفت تماما محدش كان يتوقع المنتخب المصري فيه كاسم أفريقيا إنه هو ممكن يعاني أمام الرأس الأخضر فده بيأكد إنه إحنا خلاص بينا الكرة في أفريقيا تغيرت تماما المنتخبات كلها بقى عندها محترفين كبار جدا والعيبة أعتقد كلها بقى بتلعب فيه أندية على مستوى عالي فالموضوع اختلف تماما فخلينا نقول إن مواجهة بركينة فاسو النهاردة مواجهة حاسمة وكمان دي المواجهة الرسمية الأولى لكابتن حسام حسن وأعتقد هي دي اللي بخليها المواجهة برضو فيها ضغوطات وشايف إن مواجهة بركينة فاسو النهاردة إن انت لو كسبت بركينة فاسو بتسهلك المباراة الثانية مباراة غينية بساو وكمان بتبعدك أقل حاجة عن المنافس المباشر ليك بخمس نقاط ودي بتسهل الأمور تماما في خلاص إن انت إلى حد ما بتقرب أكتر من كاس العالم لأن المنافس القوي بالنسبة لك بركينة فاسو هو أفضل منافس لك أو أفضل منتخب في المجموعة نسبة للمنتخبات البقية جيبوتي وستردون حتى اللي انت انتصرت عليهم بسهولة جدا فيه فرق في الإمكانيات ما بين بركينة فاسو وما بين بقية المنتخبات لكن يظل بركينة فاسو منتخب عنده اللاعبين اللي ممكن تعمل لك إزعاج النهاردة وكمان لازم يبقى واخدين حذرنا كبير جدا منه